الفقرة دي زي ما كنا بنتكلم في البداية هنتكلم فيها عن التضخم وانا من الناس اللي كنت مستني برضو الفقرة دي عشان في حاجات بالتأكيد انا معرفهاش عن التضخم وحابب ان انا عرفها دكتور مصطفى بدرح هي الخبير الاقتصادي اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو عنده اسلوبه البسيط في الشرح والامثلة اللي بيدرب عشان يعرفنا يعني ايه تضخم تضخم ده طبعا احنا عارفين انه مصطلح اقتصادي بيقول ان فيه سلع زادت في فترة زمنية هل في يوم وليلة كده بنلاقي تضخم لا ده ليه مجموعة من الاسباب في تضخم في العالم في ازمة عالمية كبيرة جدا بدأت من الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين واستمرت ودخل علينا فيروس كورونا العالم توقف لمدة عشرين شهر بلا انتاج ده بالتأكيد كان يهي تأثير برضو على ارتفاع معدلات التضخم هل احنا في مصر اتأثرنا ما اتأثرناش لان احنا جزء من الاقتصاد العالمي ده اللي هيجاوبنا عليه الدكتور مصطفى يا دكتور سأل نور يا فندم وتشكر على استضافتك وكرمك وكلامة الطيب ده ربنا يخليك حضرتك يعني بناخد منك ارقام كمية ارقام واحصائيات احنا بنستفيد منها والناس كمان حابة ان يتعرفها احنا كنا فين وبقينا فين معدلات النمو بتاعتنا عامل ايه لكن قبل ما نتكلم عن الوضع في مصر والاجراءات اللي مصر عملتها خلال الفترة الاخيرة لمواجهة ازمة التضخم العالمية خلينا نبص بصة كده على اللي بيحصل برا شوف يا فندم التدعيات اللي حصلت ببرا للأسف ما كانتش مبين يوم وليه لازم بيقال كده خلينا نقول الاول كان فيه حرب مبين القواتين العزمتين امريكا والصين من ايام اللي هو العهد السابق ترامب مع الصين وطبعا كلنا نشهد كان فيه نزاع كبير جدا ما بين الدولتين الكبارد والاكبر اقتصادين في العالم وحصل ان طبعا للأسف ابتدى الاقتصاد يتراجع خطوات خطوات وزي ما احنا عارفين ده كان ليه تدعياته على التجارة العالمية واثر كبير جدا طب كان فيه ايه كمان خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي اثر تأثير كبير جدا برضو على التجارة العالمية طب التدعيات دي كلها النهاردة جات في عز ازمة تدخلت في الاقتصاد العالمي وسميت كورونا العالم توقف وبعدين بناش عارفين هيحصل ايه حركة التجارة العالمية تقريبا شبه حصل فيها تباطؤ كبير جدا السياحة توقفت في العالم الطيران وبعدين اللي انت بتشوفه ان بقى فيه نزاع كبير جدا ما بين دول العالم وما عادين بيتنزعوا على المستحضرات الطبية للأسف القيادة العالمية كلها الكبرى زي ما بتسمى ما كانش عندها القدرة على استعاب هذا يعني المرض اللعين اصترت على العالم طبعا لغاية دلوقتي بنتكلم في ملايين البشر في العالم عندهم ازمة صحية ومش عارفين نهايتها فين انت عارف حضرتك الازمة الاقتصادية ممكن بتبقى انت عارف التدعيات بتاعتها لكن الازمة المرضية او يعني الميكروب ده ما حدش عارف هيوصل بينا الفين ده سببت ازمات سياسية كبيرة جدا واثرت بها تأثير اقتصادي كبير جدا زي ما حرك تفضلت النتائجة بقى على الدول ايه حدس ولا حرج تراجع في كل الانشطة الاقتصادية في العالم سواء من الدول الشرقية حتى الدول الغربية النهاردة حضرتك لو بتتفرج على الاقتصاد بتاع الصين في حالة من التراجع دي دولة من الدول العظمى الاقتصادية تتفرج على امريكا نفس الوضع الدول الصناعية الكبرى نفس الحال طيب ما بالك احنا بدول يايب نسميها الاسواء النشأة الدول اللي يعني لسه كانت بتشم نفسها وتزدهر ترجمة نانسي قنقر